اشتركوا في القناة وقد رأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس زراء الداخلية العرب وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد القمة العربية التي عقدت في المملكة الاردنية الهاشمية الأسبوع الماضي والتي هدفت إلى دعم التضامن العربي وتوحيد الجهود والمواقف ازاء القضايا الهامة التي تشهدها الساحة العربية وفي مقدمتها موضوع الأمن العربي الذي يحظى باهتمام أصحاب الجلال والسمو والفقامة القادة العرب حفظهم الله ورعاكم وهو الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من العمل الجال انطلاقا من دورنا كرجال أمن في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة أصحاب السمو والمعالي شهرت الساحة العربية أشكالا مختلفة من التحديات الأمنية والنزاعات والتساع بؤر التوتر وتنامي التهديدات فالمنطقة العربية تعيش أوضاعا غير مسبوقة من الإضطراب والاختلال الأمني وإن من ينظر إلى الأوضاع الأمنية بشكل عام في الوقت الراهن يدرك بأننا نتعامل مع ظروف أمنية بالغة الخطورة في العديد من المناطق وما يصاحب ذلك من تباين في المواقف الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة برامج التنمية وهدر للطاقات الوطنية مما يشكل استهدافا واضحا لكياننا العربي الواحد الذي يعتبر مصدر قوتنا وهو ما يجمعنا في هذه القاعة ويدفعنا إلى مزيد من التعاون وحول انعكاس هذه الحالة على الأوضاع الأمنية في مملكة البحرين فقد تمكننا ولله الحمد من إفشال العديد من العمليات الإرهابية التي خططت لها وساندتها عناصر إرهابية تعمل من إيران ومن العراق كما ثبت لدينا من أدل وإن مملكة البحرين بقيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إذ تؤكد عزمها على مواجهة الإرهاب والتصديلة فإنها تسعي أيضا إلى دعم ومؤازرة الجهود الإقليمية والعربية في مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المشروعة وتجفيف منابعه ودوافعه الفكرية الطائفية المتطرفة وأود في هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر مجددا للأشقاء الذين أبدوا مساندتهم ودعمهم لمملكة البحرين فيما تتخذ من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وعلى هامش الاجتماع التقى معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز السعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين كما استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وقد رحب معالي الوزير بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي معربا عن تقديره لمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة لمملكة البحرين والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية والتنسيق المشترك بين البلدين وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك